الأزمة أزمة عالمية والتجربة تجربة جديدة على الجميع ليس هناك تجارب مسبوقة على الأقل خالص في العصر الحديث ممكن الناس تستفيد منها أو على الأقل تبني عليها الأزمات اللي بتحصل في كل أنحاء العالم بتقيس مدى قدرة الدولة ومدى قدرة الحكومات على التعامل مع هذه الأزمات الأزمة الحالية الحقيقة قدت كشفت بشكل واضح جدا أنه الدولة المصرية قادرة على التعامل مع الأزمات بشكل جيد جدا احنا شفنا قبلها أزمة الأمطار الشديدة الدولة تعاملت معها بكفاءة عالية أزمة فيروس كورونا احنا تعاملنا معها بخطوات تصاعدية لأن المشكلة أنه كورونا لها تأثير بالغ على كافة مناح الحياة ليس المرض فقط إنما كل الحياة تقريبا في العالم كله في حالة شلل تام وبالتالي وفقا للمعضيات اللي كانت أمام الدولة المصرية وأمام الحكومة المصرية كانت بتتخذ خطوات كلما ظهرت معضيات جديدة اتخذت الدولة خطوات جديدة كل الخطوات كانت خطوات تصاعدية بحيث تكون سابقة بخطوة اللي بيحصل وكان مهم جدا أن الحكومة كانت متطورة وتأخذ بالأساليب العلمية يمكن أن نكون الدولة الوحيدة في العالم اللي سافرت منها أو اللي سافر منها وزيرة صحة للدولة الأولى في هذا المرض اللي هي الصين عشان نعرف الدنيا ماشي ازاي المرض ده طبيعته ايه؟ طبيعة المواجهة ايه؟ ايه خطط المواجهة اللي ممكن تكون موجودة عند الصين وثبت للعالم كله أنه الخطط اللي اتعاملت في الصين وكوريا الجنوبية كانت هي الأفضل على مستوى العالم احنا ما تأخرناش في بلدان شديدة التطور شديدة التقدم عندها تباهي دائما أبدا بنظامها الصحي العالمي حتى بنظامها اللوجستي والغزائي وأنها قدر على مواجهة الأزمات لأن الأزمة ليست فقط أزمة صحية أزمة ازاي تتعايش وفق الظروف دي مصر أثبتت أنها قدر على أن تصمد أمام أزمة وكارثة بهذا الشكل بدون ما يحصل هزة في المجتمع ما عندناش أزمة غزائية في بلدان في العالم شوفنا فيها مشكلات بدأت تتفاقم بشكل كبير جدا الدولة أكدت من أول لحظة أنه لا تتكالبه على المسألة لأن احنا موفرين كل شيء الدولة أمام أزمة بشكل كبير جدا